كابوش ميديا الحوثي وإيران يرفضون مبادرة جملة وتفصيلا الحوثي لم يستجب لوقف اطلاق النار الحوثي لا يرحب بمفاوضات سياسية تنهي الأزمة في اليمنية واليمنية وتنهي الانقلاب الحوثي الإيراني في صنعه بسم الله الرحمن الرحيم طبعا المبادرة السعودية هي ليست مبادرة سلام وإنما مبادرة استسلام لأنها اشترطت وضع اليمن تحت الوصاية الدولية وصاية أمريكا والاتحاد الأوروبي وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي وهذا واضح في بندها العاشر ونحن كشعب يمني لن نقبل بهذه الوصاية صحيح أن دول مثل السعودية والإمارات لا تزال تحت وصاية أمريكا وبريطانيا ولكن هذه الدول هي كيانات أنشأت كما الكيان الصهيوني أنشأتها بريطانيا وحمتها أمريكا اليمن وضعها يختلف تماما لذلك نحن نريد سلام مشرف يضمن كرامة وسلامة جميع دول المنطقة وأيضا الشعب اليمني قد كفر بأنصاف الحلول والمطروب هو وقف العدوان رفع الحصار سحب القوات الأجنبية من اليمن واليمن ستوقف كل أعمالها العدائية ضد السعودية وضد الإمارات القصد من الكلام الحوثيين ممثلين في محمد البخيتي حاليا هم يريدون فتح مطار صنعة ومطارات اليمن وموانئ اليمن للحرس الثوري الإرهابي الإيراني للتواصل مباشرة دون رقيب ولا حسيب وهذا طبعا غير مقبول وبالتالي يعني الولايات المتحدة الأمريكية ويترس المبعوثة حاليا تدرك هذه الأشياء الحوثي على فكرة يعني لا يمتلق قرار يعني حسن إيرلو في صنعة حاليا هو من يقرر ماذا يحدث في صنعة ماذا يفعل الحوثي ماذا يقول الحوثي الأمم المتحدة تعلم هذا الكلام والمبعوث الأممي مارتين جريفث يعلم هذا الكلام وحتى لينير كينج الأمريكي المبعوث الخاص لليمن يدرك هذه الحقيقة وبالتالي المشكلة هي في طهران هل يعني يستطيع الأمريكان من خلال قوتهم ونفوذهم وخصوصا أن هنا تقارب أمريكي إيراني إنجاز التعبير في الملف النووي هل يقنعون طهران بأن اليمن غير قابل للمساومة طبعا الجميع يعرف أن قرارنا بيدنا والمشكلة أن قرار السعودية وقرارات الإمارات ليس بيدها ولو كانت القرار بيد السعودية لما دفعوا الجزية لأمريكا فمن يدفع الجزية لأمريكا هي السعودية وليس اليمن أليس لديك شيء تقول غير هذه العبارة سيد الكاتحاني سأعود إليك من فضلك من فضلك من فضلك سأعود إليك سيد الليواء سيد الليواء دعنا نستمع للضيف من الصنعاء وليس الجزية وليس الكلام الفاضي اخرجوا من هذا الكلام الماضح طيب تفضل سيد الكاتحاني الأخوة نعم طبعا تلاحظي الأخ عبد الله يقول أنه ما معنى لهذا الكلام أنهم يدفعون الجزية لأمريكا هو لا ينكر ذلك لكنه يستنكر لماذا أذكر ذلك أو لماذا كررت طيب إذا كان هناك دول سيد الليواء من فضلك حتى نستثمر في وقت البرنامج لما خرجت كل خمسة أيام أعود إليك وأن نحكى الثلاثة للراضي هذا قصدي تفضل سيد بخيتي نعم لاحظي هو يعني يقاطع لأنه لا يريد الحقيقة أن تصل إلى المشاهدين طيب سألنحكى مزيدا من الوقت حتى تستثمر طبعا نعم تستثمر في إجابتك نعم أيضا لاحظي هو يتكلم بمنطق الوصية على اليمن يقول نحن لن نرفع الحصار عن اليمن لأن هذا يعني فتح مطار الصنعاء أمام الجميع وأنه سيأتي الإيرانيين طيب هو ما دخله يا عبد الله أنت شوف أنتوا دائما عندكم استوانة مشروخة دائما تقولون إيران إيران أنتوا اللي دائما يعني تكررون نفس الإستوانة المشروخة نحن نقول علينا كشعوب عربية وإسلامية اليمن والسعودية والإمارات أن نتحرك في سياق ماذا مصالح الأمة عدونا هي أمريكا عدونا هي إسرائيل عدونا هي بريطانيا يجب أن نتحرك في هذا الاتجاه ومن يتعاون مع هذا العدو فهو خائن وينبغي علينا أن نغيره يعني نتمنى أن يكون هناك علاقات سعودية إيرانية ممتازة نتمنى أن يعود الوئام نتمنى أن تتوب إيران من هذه الإرهاب في المنطقة العربية لتتمكن المملكة العربية السعودية من إجراء حوار حقيقي ومثمر مع هذه الدولة ونصبح سويا نصنع السلام والتنمية كلنا نتمنى هذا الشيء ولكن ما هي المؤشرات على الأرض؟ هل تراجع الإرهاب في اليمن؟ ولا في سوريا ولا في العراق ولا في غزة التي احتلتها حاليا الثورة الإرهابية في إيران؟ يعني دائما نتحدث عن اليمن يعني هذه المشكلة يا ياسمين لا يحظي حاليا هذا الآخر بخيتي معنا الآن على الهواء لا يوجد لديه ما يقول عن المشكلة في اليمن لا يوجد لديه كلمة واحدة لا يوجد لديه كلمة واحدة في كل فكرة تقاطع